اشتركوا في القناة وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يشتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة يطلع رئيس الدولة المعين حسب شروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة تبقى لشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية أما المادة 104 من الدستور فتنص على لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه يستقيل الوزير الأول وجوباً إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة لا يمكن في الفقرتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و218 و211 من الدستور لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 105 و107 و108 و109 و111 من الدستور إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعتين معاً بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ترجمة نانسي قنقر